السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد بعض المأذونين الشرعيين التابعين للطيار السلفي عند عقد القران لا يذكرون عبارة على ماذا بالإمام أبي حنيف النعمان أرجو الإفادة السؤال ده مهم ولطيف أولا نوما ما بيعملوش كده ليه ما بيعملوش كده لأن في الحقيقة في حاجة كده وكأنها لوثة وكأنها ضرب من ضروب الجنون هو متصور أن الأئمة الأربعة دولا لا يسيرون ولا يتبعون حضرة النبي بالعكس ده بيخلوا أتبعهم بيعملوا حاجة أسوأ من كده أصلية قالت لي أرجو الإفادة أنا لازم أتكلم في إيه؟ في أصل الحكاية أصل الحكاية إيه بقى؟ اللي هو بيخلي يروج للناس وخاصة هم عندهم عداء كبير للإمام أبي حنيفة وأقول لكم ليه بقى؟ عداء كبير مع الإمام أبي حنيفة عداء يرجع لعداءهم مع المجتمع والدولة لأنها ربي يطمع أقولها؟ آآآ أقول لحضرتك ليه عداءهم مع المجتمع والدولة؟ لإني بينص عندنا نص في قوانين أحوال الشخصية إذا لم نجد المسألة منصوص عليها في قوانين أحوال الشخصية فنعود للمعتمد من مذهب السادة الحنفية طب ليه تم اختيار مذهب السادة الحنفية؟ مذهب كثير فيه قضية تاريخية بس فيه قضية كمان عملية إن مذهب السادة الحنفية هو من أكثر المذاهب الذي تم الاستناد إليه وكان مرجعا في القضاء وفي الفتوى فأصبح مذهب قريب من المجتمع بسبب هذين مسألة بالمناسبة أنا شافحي عشو بس إيه؟ لكن أنا وبفتي معكم مفتي بمذهب السادة الحنفية وبفتي بمذهب السادة الملكية لإن نحن نفتي بالأصلح لكن الشاهد شوف إزاي إحنا فاهمين مع الاختلاف المذهبي إحنا عارفين قيمة وقامة كل إمام من الأهم فسادنا الإمام وحنيفة كان بديعا في النظر في سياقات الأشياء والعمل بالمقاص والعمل بالمعاني العامة فلذلك بقى قريب من الاستعمال في القضاء مش معنى كده أن السادة الشفعية ما عندهمش ده أي السادة الشفعية كذلك عندهم نفس المسألة فأخونا بقى اللي هو صاحب الطيار السلفي ده ما بيقولش كده ليه؟ لنروج لدى الناس حاجة من أخبث ما يكون إن الإمام أبو حنيفة يعمل بالرأي يعني يستهين اسمع بقى يستهين يستهين بي يا سيدي يستهين بسنة رسول الله وإن رأيه اللي من دماغه اللي هو هوا أهم عنده من إيه؟ من حديث رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا عبس ليس هناك مذهب إلا وعنده كتب لأدلة الأحكام لدرجة إن إيه؟ شرح مشكلة الآثار بتاع الإمام التحاوي اللي هو مساعد بيروحوا يخراجوا الحديث أو يتكلموا عند اختلاف الأحاديث ده ده الإمام ده حنفي بس هم في الحقيقة عندهم حاجة واحدة بس يروجوا هذه الأشعاعات عشان الناس تتشكك في حياتها الدينية فيذهبوا إلى إيه؟ إلى إن المجتمع مش متدين طيب إذا المجتمع أراد الخلاص يبقى يذهبوا لمن؟ يذهبوا لهذا الطيار هذا عبس وهذه أكذوبة والإمام أبو حنيفة له مسند وكان من أكثر الناس اتباعا للرسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بحديث رسول الله ليس هناك إمام إلا والعمل بالسنة ركن من أركان مذهبه هذا كلام فارغ وهذا كلام سفيه المرد منه في الحقيقة هو أن يجعلوا أهل هذا المجتمع وأهل مصر يشكوا في زواجهم ويشكوا في دينهم لا لشيء إلا لأنهم يمارسون على الأرض تكفير المجتمع وتفسيق المجتمع لأجل ماذا؟ لكي إذا أردتم أن تتوبوا هم بيقولوا كذا إذا أردتم أن تتوبوا ليس لكم إلا أن تسيروا خرف من يتبعون سنة رسول الله أقول لكم حاجة عشان كده عنقول في العقود بتاعتنا على ماذا بالإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان لأنه كان إماما وعلما في اتباع سنة رسول الله ترجمة نانسي قنقر